حدثنا سليمان بن داود أخبرنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت سعيد بن وهب يقول سمعت خبابا يقول شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرمضاء فلم يشكنا قال شعبة يعني في الظهر حدثنا علي بن عياش الحمصي حدثنا شعيب بن أبي حمزة حاق وأبو اليمان أنبأنا شعيب قال وقال الزهري حدثني عبد الله بن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن عبد الله بن خباب عن أبيه خبابي بن الأرت مولى بن زهرة وكان قد شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال راقبت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الليلة صلىها رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها حتى كان مع الفجر سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلاته جاءه خباب فقال يا رسول الله بأبي أنت وأمي لقد صليت الليلة صلاة ما رأيتك صليت نحوها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أجل أجل إنها صلاة رغب ورهب سألت ربي طبارك وتعالى ثلاث خصال فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة سألت ربي طبارك وتعالى أن لا يهلكنا بما أهلك به الأمم قبلنا فأعطانيها وسألت ربي عز وجل أن لا يظهر علينا عدوا غيرنا فأعطانيها وسألت ربي طبارك وتعالى أن لا يلبسنا شيئا فمنعنيها حدثنا عبد الله قال سمعت أبي يقول علي بن عياش سمع هذا الحديث من شعيبي بن أبي حمزة سماعا حدثنا أسود بن عامر حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن حريثة قال أتينا خبابا نعوده فقال لو لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يتمني أن أحدكم الموت لتمنيته حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن صالح قال ابن شيهاب أخبرني عبد الله بن الحارثي بن نوفل عن عبد الله بن خبابي بن الأرثي أن خبابا قال رمقت رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة صلىها حتى إذا كان مع الفجر فلما سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلاته جاءه خباب فقال يا رسول الله بأبي أنت وأمي لقد صليت فذكر مثل حديث شعبة حثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة وعن سليمان قال سمعت عميرة بن عمير يحدث عن أبي معمر قال سألنا خبابا أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر قال نعم قال فمن أين كنتم تعلمون قال بتحرك لحيته حثنا محمد بن عبيد حدثنا إسماعيل عن قيسين عن خباب قال أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في ظل الكعبة متوسدا بردة له فقلنا يا رسول الله أدعو لها تبارك وتعالى لنا واستنصره قال فحمر لونه أو تغير فقال لقد كان من كان قبلكم يحفر له حفرة ويجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيشق ما يصرفه عن دينه ويمشط بأمشاط الحديد ما دون عظمين من لحمين أو عصب ما يصرفه عن دينه ولا يتمنى الله تبارك وتعالى هذا الأمر حتى يسير الراكب ما بين صنعاء إلى حضر موت لا يخشى إلا أن له تعالى والذئب على غنمه ولكنكم تعجلون حدثنا يحيى قال سمعت الأعمش قال سمعت شقيقا سمعت خبابا حاء وأبو معاوية حدثنا الأعمش عن شقيق عن خباب قال هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نبتغي وجه الله تبارك وتعالى فوجب أجرنا على الله عز وجل فمنا من مضى لم يأكل من أجره شيئا منهم مصعب بن عمير قتل يوم أحد فلم نجد شيئا من كفينه فيه إلا نمرة كنا إذا غطينا بها رأسه خرجت رجلاه وإذا غطينا رجليه خرج رأسه فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نغطي بها رأسه ونجعل على رجليه إذخرا ومنا من عينعت له ثمرته فهو يهديبها يعني يجتنيها حثنا وكيع حدثنا أبن أبي خالد عن قيس قال دخلنا على خباب نعوده وهو يبني حائطا له فقال المسلم يؤجر في كل شيء خلى ما يجعل في هذا التراب وقد اكتو سبعا في بطنه وقال لولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا أن ندعو بالموت لدعوت به حثنا وكيع حدثنا الأعمش عن عمارة بن عمير عن أبي معمر قال قلنا لي خباب بأي شيء كنتم تعرفون قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر قال بطراب لحيته حثنا عبد الرحمن عن سفيانا عن سليمان الأعمش عن عمارة عن أبي معمر عن خباب قال قيل له كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر قال نعم قيل بأي شيء كنتم تعرفون ذلك قال بطراب لحيته وابن جعفر حدثنا شعبة عن سليمان قال سمعت عمارة معناه حثنا عبد الرحمن عن سفيانا حاء وابن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن سعيدي بن وهب عن خباب قال شكونا إلى النبي صلى الله عليه وسلم شدة الرمضاء فما أشكان يعني في الصلاة وقال ابن جعفر فلم يشكين حسنا إسماعيل أخبرنا أيوب عن حميدي بن هلال عن رجل من عبد القيسي كان مع الخوارج ثم فارقهم قال دخلوا قرية فخرج عبد الله بن خباب ذعيرا يجر رداءه فقالوا لم ترع قال والله لقد رعتمون قالوا أنت عبد الله بن خباب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم قال فهل سمعت من أبيك حديثا يحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تحدثناه قال نعم سمعته يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما أنه ذكر فتنة القاعد فيها خير من القائم والقائم فيها خير من الماشي والماشي فيها خير من الساعي قالا فإن أدركت ذاك فكن عبد الله المقتول قال أيوب ولا أعلمه إلا قالا ولا تكن عبد الله القاتل قالوا أنت سمعت هذا هذا من أبيك يحدثوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم قال فقدموه على ضفة النهر فضرب عنقه فسال داموه كأنه شراك نعل ما ابذقر وبقر أم ولده عما في بطنها حدثنا أبو النظر حدثنا سليمان عن حميدي بن هلال نحوه إلا أنه قال ما ابذقر يعني لم يتفرق وقال لا تكن عبد الله القاتل وكذلك قال بهزون أيضا حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن حارثة ابني مضرب قال دخلت على خباب وقد اكتوا فقال ما أعلم أحدا لقي من البلائم لقيت لقد كنت وما أجد درهما على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن لي في ناحية بيتي هذا أربعين ألفا ولولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا أو نهى أن نتمنى الموت لتمنيته حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمشو وابن نمير أخبرنا الأعمشو عن عمارة عن أبي معمر قال قلت لخباب هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكره حان عبد الرزاق أخبرنا سفيان عن الأعمشو عن أبي أضحى عن مسروق قال قال خباب بن الأرتي كنت قينا بمكة فكنت أعمل للعصيب نيوائل فاجتمعت لي عليه درهما فجئت أتقاضاه فقال لا أقضيك حتى تكفر بمحمد قال قلت والله لا أكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم حتى تموت ثم تبعث قال فإذا بعثت كان لمال وولد قال فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تبارك وتعالى فرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأطينا مالا وولدا حتى بلغ حان يزيد أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد عن قيسي بن أبي حازمين قال أتينا خباب بن الأرتي رضي الله عنه نعوده وقد اكتوى في بطنه سبعا فقال لولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانة أن ندعو بالموت لدعوت به فقد طال بمرضي ثم قال إن أصحابنا الذين مضوا لم تنقصهم الدنيا شيئا وإن أصبنا بعدهم لا نجد له موضعا إلا التراب وقال كان يبني حائطا له وإن المرأة المسلم يؤجر في نفقته كلها إلا في شيء يجعله في التراب قال وشكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة فقلنا يا رسول الله ألا تستنصر لها تعالى لنا فجلس محمرا وجهه فقال والله لقد كان من قبلكم يأخذ فتجعل المناشير على رأسه فيفرق بفرقتين ما يصرفه ذلك عن دينه ولا يتمن الله تبارك وتعالى هذا الأمر حتى يسير الراكب ما بين صنعاء وحضر موت لا يخاف إلا أن لها تبارك وتعالى والذئب على غنمه حدثنا محمد بن يزيد حدثنا إسماعيل فذكر معناه إلا أنه قال لم تنقصهم الدنيا شيئا ويمشط بأمشاط الحديد ما دون عظمه من لحمين وعصب لا يصرفه عن دينه شيء حثنا وكيع حدثنا الأعمش عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن زيد الفائشي عن بنت لخباب قالت خرج خباب في صرية وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعاهدنا حتى كان يحلب عنزا لنا فكان يحلبها في جفنة لنا فكانت تمتلي وحتى تطفح قالت فلما قدم خباب حلبها فعاد حلبها إلى ما كان قال فقلنا لي خباب كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحلبها حتى تمتلي أجفنتنا فلما حلبتها نقص حلبها حثنا يحيى بن آدم حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن حارثة ابني مضرب قال دخلت على خباب وقد اكتوا سبعا فقال لو لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يتمنى أحدكم الموت لتمنيته ولقد رأيتني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أملك درهما وإن في جانب بيتي الآن لأربعين ألف درهمين قال ثم أتي بكفنه فلما رآه بك قال لكن حمزة لم يوجد له كفن إلا بردة ملحا وإذا جعلت على رأسه قلصت عن قدميه وإذا جعلت على قدميه قلصت عن رأسه حتى مدت على رأسه وجعل على قدميه الإذخر حان يحيى بن سعيد عن إسماعيل حدث ناقيس عن خباب قال شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يومئذ متوسد بردة في ظل الكعبة فقلنا ألا تستنصروا لنا ألا تبارك وتعالى أو ألا تستنصروا لنا فقال قد كان الرجل في من كان قبلكم يأخذ فيحفر له في الأرض فيجاء بالمنشار على رأسه فيجعل بنصفين فما يصده ذلك عن دينه ويمشط بأمشاط الحديد ما دون عظمه من لحمين وعصب فما يصده ذلك والله لا يتمن الله عز وجل هذا الأمر حتى يسير الراكب من المدينة إلى حضر موتى لا يخاف إلا أن له تعالى والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون حثنا روح حدثنا أبو يونس القشيري عن سماكي بن حرب عن عبد الله بن خبابي بن الأرتي حدثني أبي خباب بن الأرتي قالا إن الأقعود على باب رسول الله صلى الله عليه وسلم ننتظر أن يخرج لصلاة الظهر إذ خرج علينا فقالا اسمعوا فقلنا سمعنا ثم قالا اسمعوا فقلنا سمعنا فقالا إنه سيكون عليكم أمراء فلا تعينوهم على ظلمهم فمن صدقهم بكذبهم فلن يرد علي الحوضة حثنا أبو معاوية تحدثنا الأعمش عن مسلمين عن مسروق عن خبابي بن الأرتي قالا كنت رجلا قينا وكان لي على العاصي بن وإلإندين فأتيته أتقاضاه فقال لا والله لا أقضيك حتى تكفر بمحمد فقلت والله لا أكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم حتى تموتا ثم تبعث قال فإني إذا موتت ثم بعثت جئتني ولثم مال وولد فأعطيتك فأنزل الله تبارك وتعالى فرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لا أطينا مالا وولدا إلى قوله عز وجل ويأتنا فردا حثنا عبد الله حدثني عبد الله بن نمير أخبرنا الأعمش عن مسلمين عن مسروق عن خباب قال كنت رجلا قينا وكان لي على العاصي بن وإلإن حق فأتيته أتقاضاه فقال لا أعطيك حتى تكفر بمحمد فقلت لا والله لا أكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم حتى تموتا ثم تبعث قال فضحك ثم قال سيكون لي ثم مال وولد فأعطيك حقك فأنزل الله تعالى فرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لا أطينا مالا وولدا أطلع الغيبة أم اتخذ عند الرحمة عهدا الآية حثنا عبد الله بن إدريس قال وسمعت الأعمش يروي عن شقيق عن خباب قال هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنا من مات ولم يأكل من أجره شيئا منهم مصعب بن عمير لم يترك إلا نمرة إذا غطوا بها رأسه بدت رجلاه وإذا غطينا رجليه بدى رأسه فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم غطوا رأسه وجعلنا على رجليه إذخرا قال ومنا من أينع الثمار فهو يهديبها حثنا أبو معاوية تحدثنا الأعمش عن عمارة بن عمير عن أبي معمر قال قلنا لي خباب هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر قال نعم قال قلنا فبأي شيء كنتم تعرفون ذلك قال فقال باضطراب لحيته حدثنا يحيى بن سعيد عن إسماعيل حدثنا قيس قال أتيت خبابا أعوده وقد اكتوى سبعا في بطنه وسمعته يقول لولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانه أن ندعو بالموت لدعوت به حدثنا عبد الله حدثني عمر بن محمد بن بكير الناقد حدثنا عبيدة بن حميد عن عبيدة الضبي عن عبد الله بن عبد الله يعني قاضي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن ذي الغرة قال عرض عربي لرسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسير فقال يا رسول الله تدركنا الصلاة ونحن في أعطان الأبل فنصلي فيها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا فقال أنا توضأ من لحومها قال نعم قال ونحن في أعطان الأبل فنصلي في مرابض الغنم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم قال أفنا توضأ من لحومها قال لا شكرا